في ظل خلافة أمريكية تركيا متصاعدة محوارها الدعم الأمريكي للأكراد في سوريا وزير الخارجية الأمريكي ريكستيلرسون يصل إلى تركيا في محاولة لردم هوة الخلاف بين البلدين والتركيز على مواصلة الحرب ضد تنظيم داعش قبل محطة أنقرة ريكستيلرسون يجري محادثات مع كبار المسؤولين اللبنانيين في بيروت محادثات هيمنت عليها ملفات ساخنة لعل أبرزها ملف تنظيم حزب الله والعلاقة اللبنانية الإسرائيلية وزير الخارجية الأمريكي أكد في هذا السياق أن تصرفة حزب الله تشكل تهديدا صريحا لأمن لبنان والمنطقة برمتها إنه أمر غير مقبول أن تعمل ميليشيا حزب الله خارج سلطة الحكومة اللبنانية والقوة الشرعية الوحيدة في لبنان هو الجيش اللبناني ونعتبر أن حزب الله لا يشكل مصدر قلق للولايات المتحدة الأمريكية فقط بل ينبغي للشعب اللبناني أن يقلق من أفعال الحزب وترسانته الحربية ونعتقد أن ضلوع حزب الله في النزاعات الإقليمية يهدد أمن لبنان ويزعزع الاستقرار في المنطقة الرئيس اللبناني ميشيل عون أبلغ المسؤول الأمريكي التزام لبنان بالحفاظ على الهدوء على الحدود الجنوبية مع إسرائيل داعيا واشنطن إلى لعب دور فاعل في حل النزاعات الحالية مقابل هذا الموقف أكد ريكس سيلرسون على بذل جميع الجهود لضمان الهدوء بالمنطقة يعيش لبنان تحت ضغوط هائلة ونحن ملتزمون مع الحكومة اللبنانية وإسرائيل من أجل الحفاظ على الهدوء بالحدود الجنوبية كما سنظل ملتزمين بمساعدة لبنان والشعب اللبناني على تحقيق الازدهار من خلال تطوير موارده الطبيعية باتفاق مع جيرانه وفي حال التوصل إلى اتفاق بشأن الحدود فإن ذلك سيساعد الطرفين على الازدهار في الوقت الراهن والمستقبل تعهد أمريكي واضح بمواصلة دعم لبنان في مختلف القضاء الإقليمية وتحذيرات من أدوار تنظيم حزب الله المتنامية تلك أبرز خلاصات زيارة تيلرسون إلى لبنان زيارة تيلرسون تشكل وفق مراقبين امتدادا للسياسة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط وإزاء لبنان تحديدا حيث يعد لبنان من الدول الرئيسية بالمنطقة التي تحصل على مساعدة أمريكية تهم جوانب عسكرية وإنسانية